وعندما قمت بإستخدام البسكت عبارت في حلوق البارون يضع وعندما قمت بإستخدام شامبيونة الفارق التي كانت مصورة بدأت تقتبع لاعب أجانب يكون مرتبط بطريق وكذلك هذا هو الوقت المناسب لتصويق المنتوج هنا قد نحيي الناس من الجمعية السلوية الذين تعرفوا أن يصويق المنتوج وهنا كبير المسيرين في هذا الفارق والفاشح كذلك؟ هنا على جمعية السلوية. الناس الذين يعرفون أن يسوقون منتجهم الذين يعرفون أن يخدمون فريقهم ويوجدون ملاحظات على طريقة الأعمال. ولكن يجب أن يكون هناك أشخاص في هذا الوقت الذي يتعيش فيه الكرة السلوية المغربية مرحلة سوداء. فريق جمعية السلوية هو الذي يجب أن يقومون في كرة السلوية الوطنية. كان لديه فريق قوي. كان لديه لعبين أجانب قويين. لديه مدريب ديالهم الذي يعرف الفريق مزيان. لديهم مسيرين الذين يريدون أن نحيي من هذا المنبار الذين يعرفون ماذا يفعلون. ينطالب سيحسوني ناس أخرين جنود خفاء الذين لا نعرف أسماءهم. لا نعرف هالناس أبناء الفريق الذين يخدمون بالتفاني لفريقهم يبقى دائماً مستوى في الوقت القليل لديهم سيحسوني في البشرية أضرب وستوى تدرب لقم بالتعارب والموستوى على قلعات مدريب وفريق أدخر أدعونا بالتعارب يجب أن يحظون في التعارب لزيد سيحسوني لذلك يوجب ان يتحدثون يوجد أن يتحدثون في البيض يتحدث لذلك خفاء يمنع أن يكون هناك بين العدد الشركز حيثوني يتحدثون في البيض ويدعموا الجامعة حاليا. ركينا ناسا سيوسا ما كتسترزق من الجامعة حاليا. لا داعي الدخول في التفاصيل لان ذاك شي ما كيهم منيش ولكن رخصت الجيهات المختصة تبا حتى تفيد شي. تبا حتى تفيد شي وتحول تصلح لنا المنظومة هادي اللي كنظن انه غنعاود نقولها وغنعاود نقولها بعد الرسالة دي التهنيئة دي لصاحب جلال الله ينصروا ارا خاصة الناس تشمر على السواعيد دي لها وتنوت تخدم وتنوت تقول الحقيقة اللي كينا بتقاش تغطي الشمس بالغربة كي قلتي ارا كين بزافة الخروقات وخاصصوا مهدروا عليها. بارك علينا من سياسة تكميم افواه. وش اللي دوا قل كلمة الحق تتوقف. وش جامعة في الحاصيلة دي لاغي التوقيفات. سبعمائة الف توقيف سبعمائة الف داواف المحكامة. شايد الحاصيلة دي. ان كنتر بارتي كان واحد الهدف اللي تحقق بطولة افريقيا المحليين. اني كان واحد البصيص دي الامال. باقي عنا واحد جانقية اللي هي اللي هي اللي هي اللي مونكلي في اللعبة. يو خاصنا نقلبه على موسيني بمستوى وخاصنا نقلبه على امكانيات في المستوى باش هادك اللي مونكلي نوضبفوه ونستغلوه باش ان شاء الله نرتقيه بالباسكيت ويكون عندو كلمة ديالو في المحافية الدولية.